السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو قوام الانتظار اكيوز وجدولة العملية بروسس كاجولينج في البداية قوام الانتظار هناك قوام الانتظار التالية التي يحتفظ بها نظام التشغيل قائمة انتظار المهام في البداية يتم تخزين جميع العمليات في قائمة انتظار المهام يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة الثانوية يقوم برنامج الجدولي طويلة المدى لونج تير مسكاجولر او جوبس كاجولر برنامج جدولة الوظائف باختيار بعض الوظائف ووضعها في الذاكرة الرئيسية اذا في هذه القائمة لدينا المهام جوبس التي ترغب بالتنفيذ هي مخزنة على القرص وتنتظر الفرصة ليتم اختيارها من قبل برنامج الجدولي طويلة المدى حيث بعد ذلك سيتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية لتنتقل الى الحالة الجاهزة ready state القائمة الثانية هي قائمة الانتظار الجاهزة ready q يتم الاحتفاظ بقائمة الانتظار الجاهزة في الذاكرة الرئيسية يقوم برنامج الجدولي قصيد المدى short term scheduler باختيار المهمة من قائمة الانتظار الجاهزة وارسالها الى وحدة المعالجة المركزية للتنفيذ اي ان قائمة الانتظار الجاهزة تحتفظ بالعمليات الجاهزة للتنفيذ جميع العمليات في هذه القائمة جاهزة للتنفيذ وتنتظر تخصيص معالج لها وحدة المعالجة المركزية تستطيع في نفس الوقت التعامل مع عملية واحدة بعد اختيار احدى هذه العمليات التي تنتظر في قائمة الانتظار الجاهزة تنتقل حالة هذه العملية من الجاهزة الى حالة التنفيذ running وتبقى بقية العمليات في هذه القائمة في حالة الانتظار حتى يتم تخصيص معالج لها النوع الثالث من القوائم هو قائمة انتظار الانتظار waiting queue عندما تحتاج العملية الى بعض عمليات الادخال الاخراج ليكمال تنفيذها يقوم نظام التشغيل بتغيير حالة العملية من التنفيذ او التشغيل الى الانتظار running to waiting يتم تخزين كتلة التحكم بالعملية process control block المرتبط بالعملية في قائمة الانتظار التي سيتم استخدامها بواسطة المعالج عند انتهاء عملية الادخال الاخراج اذا قد تحتاج العملية الى تنفيذ عملية ادخال الاخراج في هذه الحالة يجب تحرير روحة المعالج المركزية لتتمكن من التعامل مع عملية اخرى العملية التي تحتاج الى ادخال الاخراج تنتظر في الدور على جهاز الادخال الاخراج مثلا انذا كانت العملية المطلوبة من القرص فقد يكون هناك عدة عمليات تطلب القراءة او الكتابة على القرص وبالتالي فان هذه العمليات تنتظر في القائمة تسمى هذه القائمة قائمة الانتظار waiting queue اذا يدير نظام التشغيل انواعا مختلفة من قوائم الانتظار لكل حالة من حالات العملية يتم ايضا تخزين كتلة التحكم في العملية المتعلقة بالعملية في قائمة الانتظار من نفس الحالة اذا تم نقل العملية من حالة الى اخرى فسيتم ايضا الغاء ربط كتلة التحكم في العملية process control block الخاص بها من قائمة الانتظار المقابلة واضافتها الى قائمة الانتظار الحالة الاخرى التي سيتم الانتقال اليها يمكن تطبيق قائمة الانتظار كقائمة مرتبطة يحتوي رأس القائمة queue header على مؤشر لأول كتلة في القائمة head to the first block وعلى مؤشر الى ذيل القائمة tail pointer to the last block وتحتوي كل كتلة بدورها على مؤشر pointer الى الكتلة التالية وهكذا التالي جدولة العملية process scheduling يقوم برنامج جدولة العمليات process scheduler بالاختيار من بين العمليات المتاحة للتنفيذ التالي على وحدة المعالجة المركزية الاساسية الهدف هو رفع اداء وحدة المعالجة المركزية الى اقصى حد طبعا كما ذكرنا تنتظر العملية الجاهزة للتنفيذ في قائمة الانتظار الجاهزة ready queue مجموعة من جميع العمليات الموجودة في الذاكرة الرئيسية والجاهزة للتنفيذ وتنتظر تخصيص معالج لها النوع الاخر من القوام وقوام انتظار الانتظار مجموعة عمل عمليات في انتظار حدث على سبيل المثال عملية ادخال اخراج طبعا خلال حيات العملية تهاجر بين قوام الانتظار المختلفة processes migrate among various queues التالي تمتيج جدولة العملية كما ذكرنا سابقا العمليات التي ترغب في المعالجة تنتظر في دور المهام job queue العمليات التي في هذا الدور ترغب في الدخول الى النظام وتنتظر اختيارها من قبل من جدول المهام long term scheduler بعد اختيار عملية ما من جدول المهام يتم تحميل كود العملية في الذاكرة ويتم وضع كتلة التحكم بالعملية process control block في ridicue قائمة الانتظار الجاهزة حيث ان الان العملية جاهزة وتنتظر تخصيص معالج لها وحدة المعالج المركزية تستطيع التعامل مع عملية واحدة في نفس الوقت بعد انتهاء تنفيذ العملية الحالية او اذا انتهى الوقت المخصص لها في حالة المشاركة الزمنية او اذا احتاجت الى عملية ادخال اخراج فان المعالج يتحرر وينتظر العملية التالية يكون برنامج في نظام التشغيل يسمى short term scheduler وجدوا المهم قصير المدى احتيار احدى العمليات من قائمة الانتظار الجاهزة وتخصيص وحدة المعالج المركزية لها لتبدأ بالتنفيذ في حالة نظام المشاركة الزمنية time sharing system قد ينتهي الوقت المخصص لهذه العملية وبالتالي يجب يقاف تنفيذها والانتقال الى عملية اخرى في هذه الحالة تنتقل حالة العملية من حالة التنفيذ الى الحالة الجاهزة اي انها ستنتظر في الدور مرة اخرى للحصول على فرصة اخرى وكذلك الحال اذا احتاجت العملية قد التنفيذ الى عملية ادخال اخراج i or request فانها تنتقل من حالة التنفيذ الى حالة الانتظار وتنتقل واحدة التحكم في العملية الخاصة بهذه العملية الى قائمة الانتظار على جهاز الانتخال الاخراج المطلوب i o device وبهذا تستطيع وحدة المعالجة المركزية الانتقال الى عملية اخرى بدلا من ابقائها عاطلة ايدل طبعا بالنسبة للعملية التي انتقلت من حالة التنفيذ الى حالة الانتظار يجب تخزين عنوان العودة ومحتويات المسجلات وجميع المعلومات المتعلقة بها في كتلة التحكم العملية لنستطيع لاحقا عندما تعود الى التنفيذ العودة الى نفس المكان الذي انقطعنا عنده نفس الوضع ايضا يحدث في حالة حدوط مقاطعة wait for uninterrupt interrupt wait queue وبعد الانتهاء نعود الى قائمة الانتظار الجاهزة وكذلك الحال في حالة قيام العملية الحالية بانشاء عملية اخرى create child process child termination wait queue child terminate تعود العملية من حالة الانتظار الى الحالة الجاهزة لو حاولنا تتبع حياة عملية من البداية حتى انتهاء التنفيذ في البداية العملية تنتظر في قائمة انتظار المهام job queue بعد اختيارها من قبل نظام التشغيل والبرنامج في نظام التشغيل هو long term scheduler الذي يقوم بهذه المهمة جدوا الحالة طويلة المدى يتم تحميل كود هذه العملية في الذاكرة رام ويتم نقل حالتها الى الحالة جاهزة في القائمة الجاهزة جميع العمليات جاهزة للتنفيذ جميع شفراتها موجودة في وحدة الذاكرة وهي تنتظر الدور على المعالج عند اختيار احدى العمليات من هذه القائمة ويقوم بهذه المهمة برنامج خاص في نظام التشغيل يسمى short term scheduler مجدول المهام قصيرة المدى تبدأ العملية بالتنفيذ وتنتقل حالتها من الجاهزة الى حالة التنفيذ بعد التنفيذ ممكن ان تحتاج العملية الى ادخال الاخراج في هذه الحالة يجب تحرير وحدة المعالج المركزية للتبرغ للعملية اخرى تنتقل حالة العملية من التشغيل الى الانتظار او قد ينتهي الوقت المخصص لها او قد تحتاج الى انشاء عملية جديدة في كل هذه الحالات تنتظر في قوام الانتظار بعد الانتهام من الانتظار تعود لتنتظر في قائمة الانتظار الجهز وقد تبقى في هذا الدوران مئة المرات بعد الانتهام من تنفيذ العملية تنتقل حالة العملية من حالة التنفيذ الى حالة terminated في هذه الحالة يجب نقل حالة العملية من حالة التنفيذ الى حالة العملية المنتهية terminated ويجب تحرير وحدية الداكرة من شفرة العملية ويجب تفريغ جميع قوام الانتظار من كتلة التحكم بالعملية شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته